من عدة أيام كنت أنا وزميلي نشأت ديهي بنتحاور في برنامج المشهد مع مجموعة من الضيوف المحترمين عن حرب أكتوبر وكان معظم الضيوف الموجودين معنا بيأكدوا على أن الحرب أولاً هي قرار وقرار شجاع هذا الكلام هيخليني أكلمكم في حاجة بعيدة شوية عن الطاقة السحرية اللي ممكن تاخدك وتروح بيك لمنطقة أبعد مما تتخيل وبعيد بقى عن الوسائل المعروفة للجميع من تحديد الأهداف والتخطيط والإدارة لكن الأهم أنه يكون عندك القدرة على الخيال والقدرة على التمرد على الواقع وعلى المألوف ليه بقى؟ لأن العالم اللي احنا بنعيش فيه هو عالم معقد عالم متشابك ومربك وإحنا أو يعني الشعوب العربية بطبعها هي شعوب ساكنة شوية أو شويتين وعشان تقدر تحقق في هذا العالم انطلاقتك وتستغل طاقتك لازم يكون عندك قدر كبير جداً من الجرأة والحقيقة أن أنا بشكل شخصي يمكن اتكلمت عن ده في هذا البرنامج أكتر من مرة قلنا أن الرئيس السيسي من اللحظة الأولى يمكن حتى قبل ما يبقى رئيس وقت ما كان وزير للدفاع كانت كل قراراته فيها شجاعة لافتة وفيها كسر للمألوف والمعتاد المألوف اللي كلنا بندخل جواه وبنعيش فيه وما بنبقاش قادرين أن احنا نخرج منه على سبيل المثال طبعا موقفه الواضح من فترة حكم الإخوان وانحيازه للشعب في 30 يونيو 2013 الدخول في ملفات فضلت طول الوقت محبوسة جوه الأدراج محدش عارف يقرب منها هذه الملفات يعني أو محدش عنده شجاعة خايف أنه يقرب منها لكن هو نفسه الرئيس السيسي كان طول الوقت عنده الجرأة الكافية للدخول في عشرات الملفات اللي كانت بتنهش في حلم الوطن وإحنا مستمين وينهار يمكن عشان معظم مجتمعاتنا العربية زي ما قلنا من شوية بتمين للمعتاد وتركن إلى السكون ويمكن عشان كله خايف من تحمل المسئولية ويمكن ويمكن لكن كمان الرئيس النهاردة في الندوة التثقفية بمناسبة ذكرى 48 لانتصار أكتوبر اتكلم عن هذه النقطة تحديدا مش عن شخصه مش عن الأمثلة اللي أنا قلتها دلوقتي عن موقفه من الإخوان وانحيازه للشعب في 30 يونيو ولكن عن شخصية الرئيس أنور السادات ويمكن الجزء ده تحديدا كان فيه انصاف وانصاف كبير جدا من الرئيس السيسي للرئيس السادات تحديدا لما تكلم عن معاهدة السلام اللي قام بيها الرئيس محمد أنور السادات خلونا نسمع كلام الرئيس السيسي في هذه النقطة فيه جدار تايمة حدش تكلم عنه الجدار ده أنا أتصور هو دايما أدبيات كل عصر وثقافة كل عصر بتشكل حاجة جدار أمام صناع القرار في عصرهم لأنها قد تكون واضحة بالنسبة لهم وقد تكون عندهم القدرة أو الاستعداد لإقتحمها لكن هو بيكلم وبيتعامل مع أدبيات مستقرة وقد لا يكون فيه كثيرين يستطيعون أنهم يروا هذا التجاوز أنا أعتبر أن قرار الرئيس السادات ومبادرته للسلام هو كان قدرة على قراءة واستعداد لتجاوز أدبيات مستقرة في عصره أنا أتصود أن الرئيس السادات الله يرحمه كان ربنا سبحانه وتعالى مكينه أنه يرى أن الأدبيات دي أن الثقافة دي أن الأساسيات دي أن المفاهيم دي لن تستمر بعد حرب أكتوبر ولابد من يعني تجاوزها بمفاهيم جديدة وعشان كده أطلق مبادرة السلام